موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وعزائنا المشاهدين متابعي قناة المصلية الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الطبيب والناس في بداية كل حلقة أدعو زملائي زميلاتي الأطباء والطبيبات الراغمين بالمشاركة في تقديم حلقة أباب البرنامج مفتوحة للجميع يا ريت شرفونا ويكونون ضيوف للبرنامج لتقديم معلومة مفيدة كل طبيب حسب الاختصاص وحسب الموضوع اللي يرتقيه الغاية من البرنامج دائما نذكر أنه توعية صحية نعرف الناس ببعض الأمراض اللي تصيبهم تصيبهم أو تصيب اللي معاهم وكيفية الوقاية منها وكيفية العلاج وتجنب العلاجات الخاطئة دائما نذكر أننا نلاقي خلال دوامنا نشوف كثير من الحالات كثير من الناس علاجات خاطئة يستخدمون في علاج المرض أو طريقة خاطئة أو يستخدمون مواد تؤدي إلى مضاعفات المرض نحن مكان ما نعالج مرض ونعالج المضاعفات مع المرض فالهدف من البرنامج هو توعية صحية ناخذ مرض معين أو عرض معين يشكي منه المريض ونحاول نحلل هذا المرض حتى نصل للتشخيص الصحيح حتى الناس تكون على دراية بالحالة اللي تصير بيها موضوعنا لهذا اليوم هو عرض ممكن يشكي منه الإنسان في فترة من حياته غالبا ما يصيب النساء أكثر يعني يكون أكثر النساء يشكو منه اللي هو ألم الحوض الحوض هي المنطقة اللي تشمل تحت الصرة يعني الصرة ما اللي بالبطن تحتها هذا نعتبر أي ألم يصير بهذا المكان نحن نعتبره هذا نسمينه ألم الحوض فهذه المنطقة يعني بيها ممكن بيها أمعاء بيها أمعاء العفو بيها المثانا بيها الرحم بيها المبايض بيها الزائدة الدودية بيها المجاري بولية هم أكو بيها فأي ألم يصير بهذه المنطقة راح يكون له سبب فإحنا لازم نبحث عن السبب اللي عي يعمل هذا الألم يعني مو كل ألم أسفل البطن هو التهاب مجاري بولية مثل ما كثير من الناس وجعته بطن والله هذا التهاب مجاري بولية قاحت عب جيران أقاتل والله هاي التهاب مجاري بولية وبعدين نكتشف أنه هي التهاب زائدة دودية نغاح المريض أخذ مسكنات وإحنا عادة المسكنات بالزائدة دودية ما نعطيها لأنه راح تخفي الألم عندنا فراح تصير مضاعفات إلى أن التهاب يصير يعني يزداد الالتهاب عند المريض وتنفجر الزائدة وصير مضاعفات بها وهي هذه اللي إحنا نريد نتطرق له في برنامجنا أنه إحنا ما نستخدم دواء بدون استشارة طبيب فالآلام اللي تصير بالحوض أسباب كثيرة راح نتطرق له حسب يعني كل مرض له أعراض معينة طبعا من الضروري أنه إحنا أي ألم يصير أسفل البطن أنه إحنا نراجع عليه يعني طبعا ممكن أنه يكون حتى ألم عضري ممكن نتيجة شدة خارجية نتيجة يعني تشنج خصوصا ذول الهزة اللي داخلين بالجيم خصوصا النسوان داخلين بالجيم وعايز يزيد وزنه خمس كيلوات تعمل لشنا واثنين ثلاثي تشنج بطنة تقعد تاكلها اسموا لفتين قاس مع لفتين مع بطل بفسي والريجيم ماليته ما شاء الله ماشي طبعا نفس الشيء بالنسبة للغجيل يغوح يعملي ريجيم يغوح القاعة يقتل نفسه بالتمرين بس يطلع فاتع المطعم أكل البائتها وأكل هالمقسوم ورجع وزنه زاد بعد أكثر فمثل ما ذكرنا ألم الحوض يشمل من تحته الصرة طبعا الأغلبية يصير عد النساء تقريبا يعني 15 إلى 20% من النساء اللي أعمارهم بين 18 إلى 50 يشكون من هذا الألم بحكم أنه يعني الدورة الشهرية اللي تصير عندهم الالتهابات ممكن تكون كثير موجودة عندهم فتصير هذه الألم إذا الألم استمر أقل من 6 شهر نعتبره ألم حاد إذا الألم استمر أكثر من 6 شهر نعتبره ألم مزمن إحنا لازم ندور على السبب اللي عيعمل هذا الألم فمثل ما ذكرنا 15 إلى 20% من النساء اللي أعمارهم بين 18 إلى 50 يشكون من ألم الحوض ممكن حتى هذا ألم الحوض يكون سببه من الفقرات يعني آلام أسفل الظهر الأسباب مالتوا كثيرة ولكن قبل الأسباب أنه إحنا لازم نبحث عن السبب اللي عيكون هذا الألم هذا واحد اثنين إحنا لازم نراجع رأسا لأنه إحنا التأخير بالمراجعة ممكن يؤدينا إلى مضاعفات يعني مثلا إحنا إذا كان التهاب بالمبايض أو التواء بالمبايض إحنا شقد نتأخر إحنا شقد ممكن المضاعفات تزيد يعني إذا كان صار التواء بالمبايض أو التواء بالخصية عد الذكور إذا تأخرنا بهالحالة راح يصير جانجرين وممكن المبيض أو الخصية يعني تموت وبعد هذا يعني ما تقوم لا تنتج المبايض لا تنتج بويضات ولا ممكن الخصية تنتج حياما فبهالحالة ممكن يصير مستقبلا يصير عد المريض أو المريضة يصير عندهم ممكن يعني عقم يصير عندهم أو تأخر بالإنجاب التشخيص الدقيق مهم جدا مهم جدا أنه نصل للتشخيص حتى نصل للعلاج الصحيح طبعا يعني عشرة بالمية ممكن أنه يكون نتيجة حالة نفسية أربعين بالمية ممكن أنه يحتاجون إلى ناظور يعني تداخل ناظوري يعني للمرضى بالنسبة للأسباب الأسباب راح يعني نتطرق لها كثيرة هي ولكن راح نجي سبب سبب اللي ممكن يعمل هذا الألم ممكن إحنا عدنا أكياس بالمبايض تعمل هذا الألم عادة الألم مالتها طبعا إحنا راح ناخذ أستها الأسباب والأعراض اللي ممكن تكون نتيجة كل سبب الأسباب مالتها كثيرة جدا بس إحنا راح ناخذ أشونا نقول اللي أكثر يعني انتشارا وحدوثا إذا كان عدنا الألم نتيجة الأكياس اللي تكون بالمبايض راح يكون عادة جانبي يعني في جهة وحدة ممكن باليمين ممكن يكون باليسار ممكن ينتشر على البطن كله تقريبا يطول بحدود السبعة أيام ويكون مع الدورة الشهرية اللي تكون عد المرأة بالفحص السريري راح يبين العلامات اللي تكون مصاحبة معانو ممكن يصير خربطة بالدورة عد المرأة ممكن يصير عندها نزف بسيط يعني خروج يعني دم بسيط يكون عندها الأعراض مالتها العلامات اللي إحنا نشعة طبيبة النسائية طبعا هي أكثر شيء اللي تلاحظها ممكن تغشع أنه كتلة أو عقدة موجودة بالبطن وممكن ما تبين وأثناء الفحص يكون عندها ألم هذا إذا كان عندنا طبعا إحنا ما عارض ندخل بتفاصيل كثيرة ولكن التفاصيل العامة اللي هي يعني هذه الأسباب اللي تفيدكم أما أكو تفاصيل أخرى ما دوي خاصكم بيها من ضمن الأسباب الأخرى اللي ممكن تكون تعمل ألم حوض اللي هو التهابات داخلية مثلا التهاب الرحم التهاب المبايض التهاب بعنق الرحم التهاب الأنبوب الناقل يعني التهابات كثيرة ممكن أنه تكون هذه تصير عادة تصير أسفل البطن وتكون بالتدريج يزيد الألم معها ممكن يصير معها حرارة وممكن يعني أثناء الدورة عدة المرأة تزيد عليها ممكن يصير معها حرارة ألم يكون شديد إفرازات ممكن يكون عندها يعني هذه إذا كان يعني التهابات داخلية من ضمن الأسباب الأخرى اللي ممكن تكون موجودة عد اللي تعملنا ألم اللي هو إذا كان صار عدنا التواء بالمبايض يعني يصير يعني المبايض عدنا يمين ويسار عد المرأة فيصير التواء بيها هذا الالتواء راح يعمل ألم كل الشديد يعني تفتر المبيض يفتر فيراح يكون يصير بينه ألم كل الشديد وعادة يكون جانبي الألم مالته ممكن وسط ممكن يكون شديد جدا ويحدث فجأة خلال يعني 24 إلى 48 ساعة يعني ما يكون بالتدريج مثل الالتهابات يصير فجأة ممكن خلال يوم يومين يكون ألم شديد عد المرأة معانه يصير معانه لعبها النفس ممكن يصير معانه تقيو انخفاض بالضغط ممكن يصير نتيجة شدة الألم بالفحص الأطباء يوشعون أنه أكو كتلة أو أكو مكان اللي عايز يصير بها هذا الالتواء طبعا ممكن الالتواء يكون بالاثنين بس عادة يكون يعني بجهة وحدة يمين أو يسار ناخذ فاصل قصير ونعود بإذن الله عدنا إليكم أعزائنا المشاهدين اللي تكملت فقرات حلقة هذا اليوم اللي هو الموضوع حلقة هذا اليوم هو ألم الحوض فذكرنا الأسباب اللي ممكن تعمل عدنا آلام من ضمن الأسباب اللي ممكن تعمل عدنا آلام اللي هي مثل ما ذكرنا فترة الدورة الشهرية اللي تكون عد المرأة طبعا راح تقولون هذا البرنامج يعني راح يكون أكثر وشي نسائي الحلقة ولكن يعني زميلاتنا الطبيبات دعوناها مو معي جو ولكن هو الموضوع مهم من ضمن يعني الأعراض هو اللي يصير يعني الأكثر يكون عد النساء فنحن موجهنا مدعوة مرة أخرى اللي ترغب يعني شاركنا بتقديم موضوع يا ريت أبواب برنامج مفتوحة مثل ما ذكرنا آلام الدورة الشهرية ممكن أنه تعمل عدنا هذه يعني تعمل عدنا هذه تكون يعني هي أحد الأسباب مرات يكون أثناء التبويض اللي يكون عد أثناء يعني الدورة الشهرية اللي يكون عد المرأة أثناء التبويض ممكن يكون هذا الألم ممكن التهاب مثل ما ذكرنا التهاب بالحوض أو بطانة الرحم المهاجرة وهذه طبعا لازم أخواتنا نساء يراجعون عليها وتكون عادة مزمنة تكون موجودة عندهم ممكن من يعني الأسباب الأخرى اللي تكون خطرة جدا اللي هو حمل خارج الرحم هذا طبعا يعتبر حالة كلش خطرة لازم تراجع عليها المرأة لأنه يعني ولازم بعد المراجعة يصير متابعة يعني تابعة طبيبة نسائية لأنه ممكن تشكل عندها أورام لا سامح الله مستقبلا إذا ما تابعت حمل خارج الرحم طبعا يكون الألم ممكن منتشر ممكن يكون محدد في مكان وحده يكون ممكن تقلص ممكن يكون نتيجة يحس أنه شد شديد كثير ويكون أسفل البطن عند المرأة ويضرب على الأكتاف أو يضرب على أعلى البطن المرأة يعني من أثناء يعني من التاريخ المرضي مالتها أنه ممكن أنه الدورة كان غابت عليها أو هي شكل أنه عندها حمل ممكن يصخي معاها نزف عند المرأة اللعبان نفس يصوي عندها ألم بس ويحده طبعا ألم يكون شديد والنزف ممكن يكون كثير وهذه تعتبر من العمليات الخطيرة جدا طبعا يعني تعتبر فوق الكبرى يعني بالخارج ولكن عندنا يعني الله يكون نبعونا من طبيبات النساء يأتي جيهم المغا وهي فقد مرة تعبانة يعني يعني يشتغلوها ما شاء الله عليهم الله يبارك بهم ما يخلوهم أقصور يعني اللي عايش تغلون ولكن هي تعتبر حالة عملية فوق الكبرى المشكلة أنه يعني المريضة وأهل المريض يقولون إيه وأشنو هي يعني هو حمل خارج هي ما عاي يدركون الخطورة اللي تكون لأنه هذا ممكن نزف شديد تطوح يعني المريضة ممكن أنه تموت بها طبعا معاها يتحتاج إلى دم كثير أنا عاد ركز عالي لأنه لخطورة هذا يعني هذا السبب يعني لا سامح الله إذا ما استلحقت المريضة وتعالجت بسرعة ممكن أنه تؤدي يعني إلى وفاته من ضمن الأسباب الأخرى ممكن التهاب مجارب أولية يعني التهاب مثانا هم يعملنا ألم أسفل البطن التهاب حصات بالمثانا حصات بالحالب ممكن أنه الحصات الحالب الألم يكون جانبي عادة ويضرب أسفل البطن ولكن ممكن يكون يعني إذا كانت حصايا بالمثانا أو انسداد بالمثانا ممكن هذا هم رح ينعلنا ألم مثل ما هذا كان التهاب مسارك البولية التهاب المسارك البولية عادة المريض يشكي من مثلا أعراض مال التهاب مجارب أولية السفلية اللي هي ممكن يكون عنده حرقة بالإدرار طبعا هذا يعني للنساء أو للرجال يكون حرقة بالإدرار ينحصر يغوح للتوالية يرشع ما عنده إدرار ممكن ألم يكون أسفل البطن يكون عنده خصوصا مرات من يجي الدرر فالتهاب مجارب أولية ممكن هذا أحد الأسباب اللي يعمل ممكن إذا كان التهاب بالبروستات عند الرجال يصير عنده هم ألم أسفل البطن ممكن يصير معاها يعني احتباس بالإدرار خصوصا إذا صار عنده تضخم بالبروستات رح يكون احتباس بالإدرار وما يطلع الإدرار عنده بهالحالة نحن لازم نشكل صندة للمريض والتأخير بهالحالة ما صحيح ممكن يكون نتيجة لا سامح الله ورم موجود يعني ورم بالمثانة أو نتوءات موجودة بالمثانة أو ورم موجود بالحوض أو لا سامح الله ورم بالقولون يكون موجود أو ورم بالأمعاء ممكن هذا هم يعملنا ألم ولكن الألم مالته هذا يختلف من ضمن الأسباب الأخرى هي مثلا تهيج القولون خصوصا الناس اللي تقعد تأكل كثير وتمسك بالليل تبدي فترة العشة مالتها بعد إذا عش 12 بالليل قعد هل ألقى سمه أكل خلص جاب له نس كيلو حب شمس بعد نس كيلو حب شمس شغب له بطل آر سي وثاني يوم بطنه نفخت وهم يصير عنده ألم أسفل البطن ثاني يوم ما يتقي يتحرك فهذه هم أحد الأسباب اللي ممكن تعمل عندنا يعني ألم أسفل البطن الأورام اللي فيها الرحمية هذه يعني الرحم يصيبينه تليف بجدار الرحم فيصيبينه مثل عقد هذه أيضا هم ممكن تعمل عندنا ألم ولكن الألم مالتها راح يكون ألم يعني بسيط ومستمر يكون عنده الألم ممكن يكون يعني الظهر يعني أسفل الظهر يصيبينه الألم من وسط إلى شديد يكون ممكن يكون معاه التواء يصير معاها أيضا من الأسباب الأخرى اللي ممكن تعمل عندنا ألم وتكون عنده ذكور اللي هي التواء الخصية عادة نوشعها بالشباب نوشعها مرات نوشعها بالأطفال خصوصا اللي يتشطون كثير أو اللي يسبحون بماء بارد أو أثناء يعني أثناء فصل الشتاء ممكن تصير يصير التواء بالخصية مثل ما يصير التواء بالرحم العفو بالمبايد يصير التواء بالخصية فالخصية تفتر طبعا بهالحالة المريض راح يعاني من ألم شديد جدا ممكن يصير التورم عنده بالخصية الألم ما لوته نتيجة شدة الألم مرات ممكن ما يطلق يمشي أو أثناء الفحص يكون ألم شديد بها طبعا هاي لازم عملية لازم تداخل جراحي لأنه التأخير يعني أكو وقت ممكن يعني ستة إلى ثمعي ساعة أو أكثر بالضبط ما يعني جماعة البولية أدرى مني بها التأخير بها راح يؤدي إلى فقدان الخصي يعني تموت بعد ما يعني يعني ما تشتغل والعملية أنه عملية بسيطة أنه تفتح ترجع يرجع الطبيب يفرى مرتلخ ويثبتها طعنتين حتى لا تتحرك من ضمن الأسباب الأخرى اللي هو التهاب بطانة الرحم بطانة الرحم يصير بيها التهاب تأثر على الدورة الشهرية تكون بخربطة ممكن عد المريضة ممكن يكون بيها ألم أثناء التغوض أثناء قضاء الحاجة ممكن يصير عد المريضة عقم ممكن أنه يصير يعني تقوم الإدرار يكون بينه دم من ضمن الأسباب الأخرى اللي هي الحالة النفسية القلق التوتر العصبية هذا هم أحد يساب اللي يعمل لنا ألم أسفل البطن طبعا هذه الحالة النفسية مشكلة أنه تعالي تحسيغها بس هي مرات المرضى هي من التاريخ المرضي ولهذا إحنا عدنا التاريخ المرضي مهم جدا أنه إحنا من نجي نسأل المريض أشغل صال الوجع مكان الألم وين لو علاقة بغير شي يضرب على غير مكان مدة الألم من الصير عند المريض شكل الألم هذه كلها الطبيب يسألها تفرق ولهذا إحنا مرات العلاجات اللي تكون عن طريق الانترنت أو عن طريق الموبايل أو عن طريق التليفون ما صحيحة لأنه إحنا فحصنا للمريض مرات يغير لنا التشخيص يعني المريض يذكر شي ولكن من نجي يعني يبعث رسالة بي والله وجع بطن عتوجعني يا ببطن عتوجعك مكان الألم وين عشق طول هذه كلها ممكن ينطين هي ولكن إحنا من نجي نفحص مكان الألم من نفحصها وشكل الألم اللي عد المريض المنطقة اللي عيسر بها ألم عد تضب على غير مكان نوشع أكو عقدة إلا لا هذه كلها تفيدنا بالتشخيص ولهذا يعني كثير من الناس عن طريق وسائل الاتصال والله بييفلان شي بلك أحد يعالجني بلك تكتبوا لي دوان يابا والله ما مليح ممكن أنه تطلع زائدة ومرات مليح لا لا ما بيش هو بس وجع عسفر بطن وكثيرك الصات زائدة وتنفجر أو التواء بالمبيض المرأة أو الطفل يصير التواء بالخصية وطوح تموت الخصية ويفقد كله لأنه مثلا تعاجز أو اتكلف أنه يروح للمستشفى أو يروح إلى طبيب يفحص سريري الفحص السريري مهم جدا عنده وهذا نبه لأنه الألم يعني العلاج بدون فحص سريري هو علاج ما كامل ويحتمل الخطأ بنسبة كل شي كبير زين من ضمن الأسباب الأخرى اللي ممكن هي أمراض منقولة جنسيا مثل ما ذكرنا التهاب زائدة دودية وهذه هي الخطرة اللي تعتبر من الأسباب اللي لازم المريض يراجع عليها لأنه التأخير لا سأمح الله ممكن تنفجر الزائدة الدودية وتصير مضاعفات المرأة لازم يسير جزء من الأمعاء ممكن التهاب بالأمعاء جراحة تكون داخل البطن تكون عنده أورام مثل ما ذكر نهم حصوات المسالك البولية كلها أيضا ممكن أنه تعمل التهاب الحوض مثل ما ذكر نا التهاب الحوض مرض عدوي في الرحم يمكن أن تلحق الضرر بالأنسجة المحيطة يعني الرحم والأنسجة المحيطة اللي به ينشأ مرض التهاب الحوض إذا دخلت البكتيريا من المهبل أو عنق الرحم إلى الرحم لتتكاثر بالمنطقة وهذه يصير معها إفرازات ألم لازم المراجعة عليها التأخير راح يؤدي إلى مضاعفات بعد أكثر نحن دائما نقول أن نراجع من البداية أفضل لأنه ممكن علاجات بسيطة يطيب المريض عليها أفضل مما أنه التأخير بها راح يؤدي إلى مضاعفات كثيرة ناخد فاصل قصير ونعود بإذن الله عدنا عليكم مع أعزائنا المشاهدين لتكملت حلقة هذا اليوم من برنامج طيب والناس مثل ما ذكرنا الموضوع هو ألم الحال طبعا الموضوع واسع جدا يعني الأسباب إذا نقعد نذكر إرادة نثث حلقات أربع حلقات ولكن ما رد ندخل بتفاصيل بس بالشغلات اللي تفيدكم من ضمن الألام اللي ممكن أنه الأسباب اللي ممكن تعمل عندنا ألم أسفل البطن هي النقطة كلش مهمة اللي هو الحمل إحنا يعني ما ذكرناها بالبداية الحمل يعتبر من يعني العواء يعني الأسباب كلش مهمة أنه يصير يعني ألم أسفل أسفل بطن ويعتبر يعني من ألم الحوض علامات الحمل الشائعة حيث يمكن أن تعاني المرأة من تقلصات بأماكن مختلفة في منطقة سفل البطن عادة ما يكون ألم الحوض للحامل محتمل ويمكن يستمر يعني عادة الألم اللي يكون نتيجة الحمل يعني ألم محتمل ما ألم شديد نتيجة مثلا باقي الأسباب اللي ذكرناها يعني ما يستمر عادة طول الوقت هناك اعتقاد شائع بوجود ارتباط بين ألم الحوض وجنس الجنين حيث تشير دراسات بأن بعض الأعراض المزعجة تزداد عندما تكون المرأة حامل به بغا حذكره ذكره يعني أكو اعتقاد هذا الشكل ولكن يعني اعتقاد هو هس ما راح يسألون يعني إذا صاغ وجع ممكن ولد له بنت الله أعلم كله بيد الله صحوه وتعالى يحدث ألم الحوض للحامل بشكل محتمل وغير مستمر يؤشر بوجود خطورة يجب أن تحصل على راحة واسترخاء خفيف وليس دائما يعني ممكن نمطيها مسكنات ولكن هي تتحرك أحسن إلهم طبعا في حال استمرار الألم في حدته إذا زاد لا لازم تراجع يعني صار عنده ألم احنا ما نقول لا وتأخذ مسكنات وتراجع إذا استمر الألم وزادت حدته الأفضل أنه تراجع طبيبي يجب استشارة طبيبة نسائية للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية يعني مثلا ممكن انفصال مشيمة ممكن مخاض مبكر ممكن إجهاض فالأفضل أنه صار ألم انطيها راحة مسكنات إذا زاد الألم عليها صار علامات أخرى معها أولية أهم أحد الأسباب متلازمة القولون قولون تشنج القولون هذه ماكو أحد عراقي ماعنده تشنج قولون تكلم يا كلون طبعا ماكلم ماكلم خلني يقول لا نعم ماكو ما تاكلون الأورام الحصوات هذه كلها ممكن انه تعمل ممكن ما ذكرنا يعني مثل ما ذكرنا العفو يعني غزارة الدورة الشهرية ممكن تعمل هذا الألم زين احنا الفحوصات اللي نعمل للمريض اللي يكون عنده ألم أسفل البطن نعمل فحص للحمل إذا كان موجب أو سالب هذا راح يفيدنا يعني بالتشخيص حتى نصل للمرض ممكن أكو يعني نعمل فحص اللي هو هجوم كوريون كوناتو تروفين هذا للحوامل اللي عنده محمل خارج الرحم هذا مهم جدا أنه نعمله طبعا يعني هو شوية مرات سعره مكلف ولكن هو ضروري جدا لأنه هذا أكو نسبة به إذا طلع يعني نسبته عالية أكو رقم محدد يعني هذا يفيد الطبيبة النسائية إذا طلع مرتفع كثير هذا احتمال لازم كحالة طارئة تدخل للعمليات حتى التأخير ما صحيح ولهذا أكو قسم يبعثون فحوصات ونحن ما يرجعون طبعا ما يرجعون هذا عد سوء الحالة لأنه هذا أشقد يبقى أشقد نزف بعد أكثر وأشقد خطورة العملية تكون خطورة أكثر وتعتبر من الحالات الطارئة الخطيرة جدا لازم المريضة تدخل عمليات وتعمل عملية وتتابع ما بعد العملية مثل ما تكتر نعمل فحص إدرار نعمل فحص للحمل نعمل فحص لل يعني فحص ما الدم اللي هو هايومان كوريان كونادو تروفين هذا يعني معرف ترجمة بالعربي معرف أشنو بس أنتم مالك مع علاقة بيها ولكن هذا الفحص إذا قالوا لكم يعملون الطبيبات قالوا لكم يعملونه لازم تعملونه ولا تتأخرون في عمله ممكن أنه حتى من يعملونه يعيدون الفحص يشعون النسبة مالت وزادت أو قلت لأنه هاي النسبة مهمة في تحديد العملية ممكن نعمل فحص شامل للدم كومبليت كامل نشوف هل أنه أكون فقر دم لا يكون نزف عد المريض لا يكون أكون مثلا بالتهاب الزائد الدودية ممكن كوريات الدم البيضاء ممكن أنه ترتفع عد المريض ممكن فقر دم عنده ما عنده فقر دم فهذه الفحوصات اللي مفيدة زين إذا كان أكو التصاقات عد المريض ممكن أنه نعمل ناظور ناظور للبطن ناظور للمثانا هذه كله ممكن أنه نعمله ممكن نعمل رنين نوشع إذا كان لا سامح الله أكو ورن أو ما مثل ما ذكرنا فحص مال إدرار نعمل لا يكون أكو التهاب مجارب ممكن نعمل سونر نوشع أكو حصايا نوشع بطانة الرحم نوشع بطانة المثانا هل أكو نتوآت أو ما أكو نتوآت بالمثانا أكو أورام أو ما أكو أورام بالحوض ناظور مثل ما ذكرنا نعمل أيضا أكو قسم من الفحوصات النسائية ممكن يعني ياخذون مسحة ممكن نعمل زرع للإدرار زرع للإفرازات التي تكون عند المرأة نتيجة الالتهاب يعني الفحوصات هذه اللي حددها هو الطبيب أو الطبيبة حسب حالة المرض يعني ما ممكن أنه يعمل الالتهاب مجاربة وليه بسيطة ونعمل ورنين فالفحوصات حسب حالة المرض اللي يشكي منها زين نجي بالنسبة للعلاج العلاج أول شي لازم نعالج سبب ولكن يعني أكو بعض العلاجات البسيطة اللي ممكن أنه نستخدمها إحنا إذا شكينا زائدة مسكن ما نعطي بدون استشارة الطبيب إلا يبحثوا الطبيب أما إذا مثلا مثل ما ذكرنا حامل وشوية صار عنده أنا ممكن تاخذ براستور كمسكن أمين ما بي شي ممكن إذا وحصا عنده تهييش قولون يعفل أنه تهييش قولون يشغلون ويأكل كثير وبطن توجعون يا أخي لا تأكل شوية قلل من الأكل النقطة المهمة الأخرى اللي إحنا يعني ننوه لأنه إحنا عندنا الوقاية خير من العلاج إحنا ما نغير ننطي دواء بقدر ما أنه إحنا نتجنب السبب اللي يعمل الألم فعدنا يعني النظافة مهمة جدا خصوصا النظافة يعني المنطقة التناسلية الصحية تؤدي إلى ألم الحوض يعني ممكن حتى عد الرجل وعد المرأة النظافة مهمة يعني إحنا ديننا الإسلامي حث عن نظافة ف يعني الأفضل أنه يعني يعني يتنظف أفضل لأنه ممكن يعني تؤدي إلى التهابات جلدية أصلا ممكن يصير عنده استخدام الكمادات الدافئة إذا صاو ألم أسفل البطن كمادات دافئة أخليها على أسفل البطن مع اقتراب خصوصا يعني وقت الدورة الشهرية من الصرع النساء والتبويض لتخفيف الأعراض منها ألم الحوض ممكن ننطي مسكينات إذا كان هذا الألم نتيجة ألم الدورة يعني ما نتيجة ألام أخرى يعني دائما ما نريد نستخدم دوة بدون استشاطر ولكن إذا المرأة تعف كمسكن مثل ما ذكرنا كمادات خفيفة على أسفل البطن اتباع نظام غذائي صحي في حالة إصابة مثل ما ذكرنا مشاكل القلون والأمعاء لتفادي تفاقم الالتهابات وتكرار الأعراض حيث أن طبيب الجهاز الهضم يطلب من الملط جنة مجموعة من الأطعماء احنا ذكرنا بحلقة سابقة ذكرنا تهيج القلون الأسباب مالتون والعلاج العلاج قبل الدواء مثل ما ذكرنا نتجنب السبب يعني وإحد أنت عاد تأكل الأكل والأكل هذا عيض الراكل يعني أن نفس الدنيا استشارة الطبيب في حال ظهور أي أعراض طبعا يساهم مثل ما ذكرنا الفحص المبكر لأي أعراض بسيطة في اكتشاف المشكلة الرئيسية يعني أي مشكلة بسيطة قد نفحصها ونتمعها من البداية نكتشفها أفضل يعني في يوم من الأيام طفل عمره أربع سنوات بطن وجعته بالبيت نطونه أنتسبازمين ونطونه بروفين ونطونه معفاشني ونطونه مسكن وظل أربع تيام خمس تيام هو بطنه توجعوا بطنه توجعوا بطنه توجعوا ما تابعوا إلى أن طبعا هم من يطونه مسكن يغوح الألم ولكن خلص مفعول الدواء رجع الألم وظلوا إلى أن راجعوا طبعا مشكلة أنه منعي يراجعون المريض ما كان أخذ مسكن بالفحص ما يبين بينه أعراض إلى أن بعد بسبوع صارت حالة طارية بالليل ودونه فجرة زائدة دودية طبعا عنده التهاب زائدة دودية وعين طونه مسكنات ووحون يفحصون طبعا ما يوشع بينه شي طبعا إحنا من يجي المريض إذا نفحصه ما نحس عنده ألم صح هو عيش كي من أعراض إحنا عندنا يعني تشخيص كثيرة ممكن تكون موجودة عيش كي من أعراض أخذ مسكن غاح الألم عنده جافة حصنانه يعني ما بين بينه شي صار عنده إلتهاب زائدة دودية ومفجر طبعا دخل المستشفى أسبوع وظال وصوندات الحمد لله هسا صحة ومريحة ولكن إحنا كان من البداية ممكن بعلاجات بسيطة ممكن عملية بسيطة بنفس اليوم يطلع حسن ما ظل بقى أسبوع داخل المستشفى وصوندات زين إذا كان عندنا إلتهابات داخلية ممكن ناخذ أدوية مع إلتهابات مثل ما ذكرنا ممكن ناخذ مسكنات ولكن إذا كان أكو إلتهابات شديدة والتهاب بالحوص شديد هذا لأ لازم ممكن المريض أنه ندخله يعني يدخل المستشفى يعني ما نطلعه إذا كان مثل ما ذكرنا يعني حمل خارج الرحم هذا لأ لازم يعني عملية وتكون حالة طارئة العلاج مثل ما ذكرنا أنه نحن نتجنب السبب وأنه نعغف أشأكو عندنا ممكن مسكنات بسيطة في حال يعني شغلات بسيطة ولكن ما أنصحكم الأفضل أنه نراجع في حال حدوث أي ألم حتى نعالجه بسرعة إن شاء الله نكون ما أطلنا عليكم الموضوع واسع وواسع كثير بس حبينا نختصر بينه قدر المستطاع أرجع ذكي زملائي زميلات الأطباء الراغبين بالمشاركة لا بس يعتبون والبرنامج يابا من ندعوهم تعالوا للبرنامج تطلع كل يوم يطلعوا لنا حجة يابا تعالوا ألفها لديكم كل من يجي أتمنى أنه يساعد يساعدنا بتقديم حلقة إن شاء الله كما أطلنا عليكم شكرا لقناة الموصلية الفضائية على هذا البرنامج التوعوي المفيد إن شاء الله كما أطلنا عليكم لا تنسونا من صالح دعائكم لنا ولوالدين وللجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة